هذه التحذيرات الأمريكية لإيران من عواقب عملياتها ووكلائها في المنطقة تأتي فيما تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ ثمانية أشهر تشهد تصعيدا بين حزب الله والجيش الإسرائيلي وتنظر من حين إلى آخر بانفجار حرب واسعة بين الطرفين مسؤولون أمريكيون قالوا في تصريحات للحدث إن الحرب المفتوحة لم تقع إلى هذه اللحظة لكنهم اعتبروا حلوقعها فإن إسرائيل قادرة على إلحاق الضرر بالبنية التحتية لحزب الله لكن الأخيرة غير قادرة على شن حرب مماثلة ووصفوا أن ما يفعله الطرفان ليس إلا تسويقا لجمهوريهما بأنهما قويان وقادران على شن الحرب لكنهما بالفعل يريدان الآن الدخول في حرب مفتوحة كما أكد المسؤولون الأمريكيون أن واشنطن تسعى منذ 7 من أكتوبر لمنع التصعيد وامتداد الحرب خارج غزة وتريد ابن إسرائيل تركيز على غزة وعدم الدخول في حربين وذكروا أيضا أن إيران أبلغت واشنطن أن حزب الله خط أحمر وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي لو شنت إسرائيل حربا شاملة عليه لذا تعمل واشنطن لإيصال رسائل التهديئة إلى حزب الله عن طريق التصريحات والبيانات والقنوات الدبلوماسية مثل السفارة السويسرية في طهران والدول الوسيطة لإيصال هذه الرسائل إلى الإيرانيين وفقا للمسؤولين الأمريكيين وأضافوا أن الولايات المتحدة تسابق التصعيد بمحاولات التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل ولبنان على خضايا الحدود وتطبيق القرار 1701 وأكدوا أن الإدارة الأمريكية متفائلة بشكل كبير خاصة مع مساعي المبعوث الخاص إلى لبنان عموس هاكشتاين والذي تحدث منذ أيام عن إمكانية التوصل إلى حلول إذن من واشنطن ينضم إلينا مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق ديفيد شينكر مرحبا بك سيد ديفيد ما الذي جرى بين طهران وواشنطن مؤخرا على ماذا اتفقاه مسأل خيلك وأنا سعيد أن أنضم إليك في هذا البرنامج الواقع أن واشنطن تتفاوض مع لبنان عبر الوسيط حزب الله على جبهة وهناك أيضا جبهة أخرى مع إيران حيث أن مقر كبير المستشارين يعمل على الملف النووي الإيراني في مسعى لتوصل إلى اتفاق ما للعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة وبعض عناصر هذه الخطة ألا أعتقد أن هذه الجهود ستكلل بالنجاح لكن المسار الملح هو المسار اللبناني وتجنب حرب جديدة مع حزب الله فواشنطن تسعى لدفع مع فرنسا بخطة من أجل جعل قوات حزب الله تبتعد إلى سبع كلمترات عن الحدود مع إسرائيل وأن يكون هناك قوات لبنانية تنتشر على الحدود مع إسرائيل وأن تقوم القوات اليونوفيل بسعي لرصد أنشطة حزب الله جنوب نهر الليطاني ثم ربما يجرى مفاوضات من أجل تحديد الخط الأزغر كل هذه هي أمور كثيرة ألا أعتقد صراحة بأن حزب الله سيكون مهتما لقبول اتفاق من هذا القبيل الغاية الرئيسة من هذا التفاوض بين الطرفين الإيراني والأمريكي هو عدم التصعيد هذا ما ترغب به إدارة بايدن سيد ديفيد نعم طبعا الإدارة هدفها الأساسي هو تجنب التصعيد وانتشار رقعة الحرب ورأينا بعض التصعيد حتى الآن حيث أن إسرائيل تهاجم أهداف داخل لبنان وقتلت إسرائيل أكثر من ثلاثمائة من عناصر حزب الله وحزب الله استخدم أنواع جديدة من المصيرات ضد أهداف أبعد من الحدود إذن هناك التصعيد ولكن المراد هو تجنب تساع رقعة الحرب أكثر من ذلك هناك مساء أيضا للتوصل لأتفاق ووقف لإطلاق النار في غزة وحتى إن حصل ذلك ليس واضحا فيما إذا كان حزب الله سيوقف هجاماته ضد إسرائيل لكن الإدارة ترغب بتجنب ما قد تكون حرب مكرفة جدا بين حزب الله وإسرائيل كلا الطرفين الذين يتفاوضان سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو إيران إذا ما أردنا أن نعرف الأوراق التي من خلالها يمكن الضغط على كل طرف وممثله بمعنى أن واشنطن تستطيع أن تلجم حكومة نتنياهو عن توسعة هذه الحرب وفيما كانت طهران قادرة على ذلك مع حزب الله أو لا أعتقد أن إيران قد أبلغت حزب الله بأنها لا ترغب في أن تشن حرب شاملة وإلا لحدث ذلك وبتأكيد فإن إدارة بايدن تسعى للضغط على حكومة نتنياهو حتى لا توسع رقعة الحرب وتقوم تنفيذ عملية رفع أعتقد أن الإدارة تسعى لتوسط إفاق ما من خلال عرض على حزب الله وقف لتحليق طائرات إسرائيلية وتعهد بالتفاوض وكذلك الانسحاب من المدينة الحجر وتحديد 11 نقطة لتم التفاوض بشأنها ربما يكون ذلك في مسلحة لبنان أعتقد ووفقا لجريد الأخبار القريبة من حزب الله فنحو هوكستين قد يرغب في ربط انتخاب الرئيس الجمهورية في لبنان وربما دعم المرشح المفضل لحزب الله في هذه انتخابات وهو سليمين فرنجي القريب من حزب الله وسوريا ليس واضحا ما سيحدث ولكن أعتقد أنه يتم العمل الآن على الحوافز على أمل أن تكون أكثر جدوى من التحديد هذه نقطة مهمة سيد ديفيد اقتربت إدارة بايدن لأن تعطي هذا الملف جائزة ترضية لحزب الله بوصول سليمان فرنجية إلى قصر بعبدة هذا ما أوردته صحيفة الأخبار أنا صراحة لا أصدق الأخبار ولكن هذه الصحيفة مرتبطة بحزب الله وقد يكون لصحيفة بعض المعلومات من داخل حزب الله بالتأكيد سيكون هذا خطأ أن يتم الحكم على لبنان بست سنوات أخرى من الحكم غير النافع والفاسد الذي لا يريد أن يصلح الأمر أو يقوم بالإصلاحات التي تسمح للبنان بتفادي أو الخروج من أزمة مالية التي يعيشها ولكن حزب الله يستفيد من الأزمة المالية الراهنة إذن هذا سيفيد حزب الله كثيرا أمل أن إدارة بايدن لن تمضي قدما في تقديم هذه الحوافز لأنني لا أعتقد إطلاقا بأن حزب الله سوف يتقيد بأي اتفاق وقد رأينا ذلك بشأن اتفاق الدوحة الذي أبرم عام 2008 حتى إذا كان الثمن هو التهدئة بالنسبة لإسرائيل باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد لحكومة نتنياهو أن تخوض حربين في آن واحد أعتقد أن إسرائيل لا ترغب في أن تشن حربين في نفس الوقت فقد دمتت إسرائيل أكثر من سبعة شهر الآن في غزة ولم تستكمل العمل بعد وقد أدت إلى نزوح عشرات الألاف داخل الإسرائيل حوال أربعين ألف في الشمال وثمين ألف في الجنوب وهناك أيض الكثير من اللبنانيين رحلوا من منطقة الحدود في جنوب لبنان أيضا فأعتقد أن هناك مساعي من أجل التوصل إلى هدنة أما من أجل عادة ملء المخازن والاستعداد لما يمكن أن يكون حملة واسعة النطاق في لبنان قد لا يكون ذلك خيار إسرائيل ولكن قد يحدث ذلك في نهاية المطاف إذا لم تكون لدى حزب الله وإيران الرغبة في التفاوض بشأن هذا الوضع طيب ولكن من خلال متابعتك وقراءتك سيد ديفيد أليست فرصة سانحة لحزب الله كيفرض معادلة جديدة بوصول مرشحه إلى قصر بعبده وهي نقطة مهمة بالنسبة لها يعني مسألة التلويح بشأن أو فتح جبهة الجنوب والشمال بالنسبة لإسرائيل وبالتالي يعني يصل إلى معادلة مرضية لها أعتقد هذا هو السبب الذي جعل هوكستين وفقا لصحيفة الأخبار وقد أوصى هذا الحل من أجل ربما منح حزب الله هذا العرض المغري وربما هناك فكرة جيدة نفادها هو أن حل مشكلة الخط الأزرق من خلال عرض شيء جيد لحزب الله الذي تحدث عن تحرير جنوب لبنان وأن حزب الله هو حركة المقاومة ضد إسرائيل أعتقد أنهم لن يستطيعوا نهاء الاحتلال الإسرائيلي ولكن هذا يبرر حصول حزب الله على المزيد من الأسلحة وقمع الشعب اللبناني طبعا نعم هذا سيكون مكسب كبير لحزب الله إذا ما دعمت الولايات المتحدة وكذلك إدارة بايدن سليمان فرنجية ليكون رئيس الجمهورية لكن فرنسا لا تؤيد خيارا من هذا القبيل طيب سيد ديفيد سيتكرر المشهد روبورت مالي فيما يخص إيران وإبرام بعض الأمور قد لا تكون في صالح الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هاملس أكشتاين كذلك إبرام بعض الاتفاقيات التي قد لا تكون في صالح الولايات المتحدة الأمريكية الواقع أن الإدارة الأمريكية قد تتخذ هذا القرار وتعلم أن هذا لا يجب أن يمر عبر الكونغرس في واشنطن فالإدارة الأمريكية لديها طبعا سلطات واسعة فيما يتعلق بسياسة الخارجية فرغبة الإدارة في ذلك تستطيع أن تبرم هذا الاتفاق كما فعلت إدارة أوباما بشأن الاتفاق النووي مع إيران حيث ذلك لم يمر عبر الكونغرس ولم يوافق عليها الجمهوري ولكن هي المتحدة وقعت على الاتفاق وكما سلفت فهذا طبعا سوف يتسبب ببعض الغضب لأسيما لدى الفرنسيين الذين تبنيوا موقفا مبدئي مفاده عدم ربط الرئاسة اللبنانية بالمفاوضات بشأن خفض التصعيد في لبنان ولكن نعم الإدارة قادرة على القيام بذلك لكن ذلك سيكون خطأ مأساوي ولكنهم جاءوا بالفكرة ذاتها التي تتحدث عنها نقلا عن صحيفة الأخبار نقلا عن هكشتاين سيد ديفيد بأنهم يريدون وصول سليم عن الفرنجية وهو مرشح حزب الله إلى قصر بعبدة إلى أي حدث تم التنسيق ما بين المبعوث الأمريكي الخاص وكذلك الفرنسيين مرة أخرى وفقا لصحيفة الأخبار وأن طبعا لا أصدقهم لأنهم يدعمون أو هم قريبون من حزب الله طبعا هناك ديبلوماسيون لبنانيون وفرنسي يقولون أنهم أصيبوا بخيبة الأمل لعدم تنسيق الولايات المتحدة معهم في هذه المرحلة بالمناسبة هم لم يقولوا أن الولايات المتحدة تدعم فرنجية أعتقد أن هوكستين يتفهم ربما جيدا تداعيات دعم فرنجية ولكن أعتقد أنه يبحث عن طريقة لاستغلال الأوضاع أو لتقديم حوافز لتفادي حرب مكلفة وفي هذه الحالة فإن المشكلة في نهاية الأمر هي أن وأنا متأكد جدا بأن حزب الله لن يلتزم بأي اتفاق من هذا القبيل واللبنان والمجتمع الدولي سيكون في مواجهة حزب الله أو أي مرشح لحزب الله لفترة ستة عوام قادمة سمعنا فيما مضى بأن بعض الأصوات لدى إدارة بايدن قالت بأن حكومة نتنياهو تريد أن تجر واشنطن لحرب أوسع اليوم هذا السعي وهذا الحراك من قبل إدارة بايدن هو لقطع الطريق على هذه النظرية؟ بطبيعة الحال الولايات المتحدة ليست مهتمة بحرب واسعة ليس فقط بنسبة تكلفتها ولكننا على مقربة من الانتخابات الرئاسية والستطاعات الرأي ليست بمصلحة بايدن وأي حرب ستنهي فرص بايدن في إعادة انتخابه لكن هذا لا أعتقد أنه دقيق جدا رأينا أنه عندما هجمت إيران إسرائيل بثلاثمائة من المسيرات والصواريخ ردت إسرائيل بطريقة محسوبة وكان الغرض منها بعدم التسبب بحرب أوسع رأينا إسرائيل تقوم بأمور في لبنان يمكن أن ينظر إليها إنها تصعيدية لكنها لا ترمي إلى التسبب بحرب أوسع وتخذ تدبيل لتفادي هذه الحرب إذن أنا تفهم بأن هناك الكثيرون الذين يقولون إن نتنياهو يرغب في حرب نخرى حتى يبقى في السلطة إذا كان الأمر كذلك فهو لا يفعل هذا الأمر في الوقت الراهن طيب ماذا عن الجانب الإسرائيلي الآن نأتي إلى الداخل الإسرائيلي والسجال الحاصل ما بين أعضاء الحكومة دور الولايات المتحدة زيارة مستشار الأمن القومي جاك سيليفن إلى المنطقة ما الذي يحمل الرجل لنتنياهو ولي جانتس على وجه التحديد لا أعلم في الواقع ما يعرضه جاك سيليفن لكن برأي أنه يسعى لفهم أفضل لخطة الحرب الإسرائيلية في رفح ثانيا هو يرغب في تيسير دخول المساعدات الإنسانية بعد إغلاق معبر رفح وهناك قلق بشأن الأزمة الإنسانية في غزة وثالثا هذا الوصيل بالانقسامات الموجودة بين جانتس ونيتنياهو يرغب في معرفة ما هي الخطة لليوم التالي لانتهاء الحرب في غزة وهذا طبعا سيكون أمر مهم بنسبة لبايدن وكذلك الجمهورين فبعد سبعة شهور من الحرب ظل رئيس الوزراء لأبدا لن أقبل بوجود حماسة وسلطة الفلسطينية في غزة هذا يعني بالأساس عاد احتلال إسرائيل لقطاع غزة لا حد يريد في ذلك وهذا ما أدى إلى الانقسامات التي نراها في إسرائيل وجيك سوليفان يسعى باعتقاد لربما دفع لإسرائيل لتعبير عن رؤيتهم وأن يعلن عن ذلك فيما يخص قتاع غزة لأنه على الرغم من أن الحرب مستمرة فإننا نصل إلى نهاية اللعبة في هذه الحرب ويجب أن نعلم إن آجل أو عاجل ما سيأتي بعد انتهاء الحرب بالتأكيد هذا لن يكون عادة احتلال القطاع من قبل إسرائيل معتبر بأنه يعني تهديد من قبل غانس لنتنياهو بمسألة الخطة والاستراتيجية الواضحة يقال بأن الورقة الأمريكية سيد ديفيد وبالتالي قرب غانس من الولايات المتحدة من الممكن أن يجعل موقف نتنياهو أكثر عندا فيما يخص الحرب واجتياح رفع كذلك ما الذي يمكن لواشنطن أن تفعله في هذا الشهر؟ إذا كانت الإدارة جادة فبوسعها أن تنفذ تهديدها بتعليق تسليم الأسلحة إلى إسرائيل فقد تعهدت الإدارة بالقيام بذلك وثم تراجعت عن ذلك أعتقد أن الإدارة ترغب أن تمنح إسرائيل ربما فرصة لتنفيذ عملية دقيقة في الجنوب من خلال البحث عن الأنفاق ولكن من الواضح بأن هذه الإدارة ليست راضية حيالة نيتنياهو لكن يخشى أن نيتنياهو سوف يستخدموا الاختلاف مع بايدن كمبرر للسعي لعادة انتخابه وترى أن أرقام نيتنياهو في ستعة الرأي ترتفع في ذل هذه المعركة مع واشنطن وأعتقد أن إدارة بايدن على الأقل هي مرتاحة إذا رأي غانتس أي يجب أن يكون هناك خطة لليوم التالي تشمل مشاركة السلطة الفلسطينية بالنسبة لي لا أرى شخصيا أي خيار آخر باستثناء وجود السلطة الفلسطينية وإذا كان لدى إسرائيل خيار آخر فلتعلن عنه وهذا ما ترغب به الإدارة الأمريكية شكرا جزيلا لك من واشنطن مساعد وزير الخارجي الأمريكي السابق السيد ديفيد شانك شكرا جزيلا لك